ليلة لليلة لليلة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نحي في الوطن التجديد احنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الاصحاب نفتح للمستقبل بات نحي في الوطن التجديد اتعلم انا اتعلم حتى افيد واستفيد اعرف لما اتكلم ان كلامي صح ومفيد ليلة لليلة لليلة للا ليلة لليلة 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 للا والرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اهلا بكم يا ابنائي طلاب الصفة الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس مدد لغتي الاستاذ خالد يعقوب ونكمل حل التمارين لنص الفهم القرائي احبو العاملة ونكمل حل التمارين في حصة جديدة نتفضل الان صفحة رقم يفتح ابناء الطلاب صفحة رقم 134 واطل من ابناء الطلاب ان يقرأوا الدرس قبل ان نبدأ بحل التمارين وذلك لكي يتذكروا المعلومات الواردة في النص وبعد ذلك نكمل رقم واحد اصوه مع من بجواري اسئلة عن مضمون النص احب العاملة تبدأ بمن او بمن ماذا لماذا كم متى اينما وهي ادوات الاستفهام التي تكلمنا عنها في الحصة الماضية من تسأل عن الاشياء وماذا عن الطريقة ولماذا عن السبب وكم عن العدد ومتى عن الزمن واين عن المكان وما ايضا من ادوات الاستفهام اكتبوا سؤالا لكل اداة استفهام من من قلنا تسأل عن الاشخاص او عن الانسان يعني فنقول من يصنع المهدة من يصنع المهدة فيكون الجواب النجار ونلاحظ يا ابنائي اننا وضعنا علامة الاستفهام هنا في هذا المربع في اقصى اليسار لا تنسى وضع علامة التعجب في علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية علامة الاستفهام وهي مهمة لكي ينتبه القارئ لان هذه الجملة هي جملة استفهام ماذا ماذا يحدث للنبات عندما يعتش ماذا يحدث ماذا ماذا يحدث للنبات عندما يعتش وأيضا نغير بصيغة السؤال عند القراءة ماذا يحدث للنبات عندما يعتش لماذا نسأل عن السبب لماذا من يعطينا سؤالا نعم لماذا تتأخر كل يوم يعني نسأل عن سبب تأخر الطالب كل يوم لماذا تتأخر كل يوم كم تسأل عن العدد كم كم صفحة ذاكرت كم تسأل عن العدد يسأل عن صفحات التي ذكرها الطالب كم صفحة ذاكرت متى تسأل عن الزمان نعم اسأل عن الزمان بمتى هيا متى الامتحان تسأل عن زمن الامتحان متى الامتحان ونلاحظ أيضا علامة الاستفهام أين تسأل عن المكان أين أين تسكن أين تسكن يسأل عن مكان السكن أين تسكن وما ما معنى كلمة الغضانفر الغضانفر هو الأسد ما معنى كلمة الغضانفر هنا سأل باستخدام أدوات الاستفهام ما 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 ويستطيع الطالب أن يأتي بأسئلة باستخدام أدوات الاستفهام من وماذا ولماذا وكم ومتى وأين وما بمشاركات أخرى ويتدرب على هذه الأدوات ويستخدمها في حياته ولا ينسى وضع علامة الاستفهام في نهاية الجمل أحسنت يا بطل وننتقل يا أبناء إلى صفحة رقم 134 أعيد كتابة الحديثين الشريفين في دفتري وهذا هو الواجب الأول يذهب الطالب إلى نهاية النص الحديثين الشريفين ويمقلهما في دفتره دفتر النص أغني ملف تعليمي أغني ملف تعلمي ورد ذكر العمل في آيات قرآنية وحديث نبوية أبحث عن ثلاثة منها وأضمنها ملف تعلمي وهنا نكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة طبعا الحديث الشريف يا ابناء يحوث على العمل وهنا وهنا في هذا الحديث يحوث على الغرس والزراعة لكي يأكل منه الإنسان أو الطير أو البهيمة وله بذلك الصدقة ونكتبه في الكتاب أبحث مع أفراد أسرتي عن بعض المهن المستقبلية التي يتوقع والله على مظهورها في السنوات المقبلة نتيجة تسارع التقنية وأضمنها ملف تعلمي طبعا أيضا هناك في آية قرآنية قال تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون إذن يكتب الطالب الحديث ويكتب الطالب الآية الكريمة ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أما بالنسبة للمهنة المستقبلية فهناك مهن كثيرة في المستقبل مثل مبرمج نانو تكنولوجي هذه مهنة يعني يتوقع أن تكون مهنة رائدة في المستقبل وهو مبرمج النانو تكنولوجي رائع يا بطل ابن خلدون أحسنت والآن مع بعض الأسئلة الإضافية كبرقة عمل نحلها مع الطلاب أكمل الجمل الآتي على نمط الجملة على نمط الجملة الأولى أحب من الناس العاملة لأنه يجمل أيامنا وليالينا يعني أحب من الناس العاملة لأنه أحب لأنه نبدأ أحب من الناس الحداد لأنه أحب الحداد لماذا لأنه ماذا نعم يزودنا يزودنا بتصاميم جميلة يعني هو يحب الحداد لأنه يزودنا بهذه التصاميم طيب أحب من الناس أذكر شيء لأنه يفعل هذا الأمر أحب من الناس النجارة جميل لأنه ماذا يصنع لي سريرا جميل 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 أحب من الناس النجارة لأنه يصنع لي سريرا إذن الآن في المرحلة الثالثة أحب وأنت أكمل الجملة أحب من الناس كذا لأنه كذا نعم أحب الصوم لأنه يعلمنا التجلد أحب الصوم لأنه يعلمنا التجلد جميل جميل أقرأ النص قراءة صامتة سريعة ثم أشير إلى المهن الذي تحدث عنها الكاتب هل تحدث الكاتب عن الخياطة؟ البناء صناعة القماش النجارة بيع الملابس الحدادة الزراعة التعليم نعم أحسن تكلم عن الخياطة والبناء والنجارة والحدادة والزراعة أحسنت أقرأ النص قراءة صامتة مدة خمس دقائق ثم أجيب هل المهن التي ذكرت في النص فكرية أم يدوية؟ يعني هذه المهن مثلا مثل مهنة المعلم أو الطبيب تحتاج للعقل والفهم أم هي يدوية مثل مهنة النجار والحداد يحتاج إلى أن يستخدم عضلاته مهنة يدوية أحسنتم من يقصد الكاتب بكل رجل مما يليه؟ الذي يتناول الأخشابة فيصنع منها مهد للأطفال من الذي يتناول الأخشاب ويصنع مهد للأطفال؟ أحسنتم هو النجار الذي يبني من الصخور المنازل والمدارسة من الذي يبني؟ نعم البناء الذي يحول الطين إلى آنية للزيت أو العطر من الطين يصنع الآنية من هو؟ نعم الخزاف لماذا أحب؟ لماذا أحب الكاتب العاملة؟ نعم لأنه يجمل أيامنا وليالينا ويطعمنا وينسى نفسه نعم جميل 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 أنطقوا الكلمات أنطقوا الكلمات الآتية وألونوا اللامة التي تنطق وأتركوا اللامة التي لا تنطق طبعا يا أبنائي نحن نعلم أن الأل القمرية اللام القمرية تنطق القطن مثلا وهناك أل الشمسية اللام بها لا تنطق مثلا نقول الصخور ولا نقول السخور إذن اللام القمرية في الأل القمرية تنطق اللام نقول القطن القطن البيت واللام الشمسية لا تنطق في الأل الشمسية مثلا نقول الصخور السفينة وهكذا نقرأ الكلمات أولا الأخشاغ لاحظ نطق اللام الأخشاغ الجافة الصخور لاحظ عدم نطق اللام القطن الصافية عدم نطق اللام أيضا التجلد عدم نطق اللام نعم الأخشاب الجافة القطن والصافي تجلد نعم هي لام شبسي محسنت أحسنت أقرأ ما يلي وأنتبه إلى تطابق الصفة والموصوف في الحركة العربية وفي قلبي حب عميق حب عميق لاحظ الصفة والموصوف يعني العميق عميق هي صفة للحب حب عميق للراعي الذي يقود قطيعه كل صباح إلى المروج الخضرائي لاحظ مجرورة بالكسرة المروج وصفتها الخضرائي أيضا مجرورة بالكسرة ويورده المناهلة الصافية المناهلة منصوبة بالفتحة وجاءت الصفة الصافية أيضا منصوبة بالفتحة أقرأ معبرا عن الحب والإعجاب أحب وجوههم بما عليها من علامات الصبر والتجلد وأحب جباههم المضيئة بنور الاجتهادي وفي نهاية هذه الحصة يا أبنائي هناك رابط للعبة المهن حاول أن تكون طبيبا تبدأ الآن باللعب بعد أن تنسى خذ الرابط في محرك البحث وتبدأ بإيقاف العجلة لكي تكون إن شاء الله طبيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة